في سباق مع الزمن تبدو حكومة نيتنياهو لاستثمار ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 1257 وحدة استيطانية جديدة أعلنت حكومة الاحتلال عن فتح المناقصات لبنائها جنوب شرقي القدس المحتلة هذه الوحدات الاستيطانية من حيث الامتداد والمكان يظهر جلياً أن الغاية منها توسيع المستوطنات في تلك المنطقة وربطها بالعمق الإسرائيلي ما سيؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة خطة تقول السلطة الفلسطينية إنها ستنهي كل ما اتفق عليه سابقاً لا سي محل الدولتين الذي أضحى بحكم ميت بعد اتفاقية أبراهام التي سعت ترامب لإتمامها بعد خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خبراء في شؤون الاستيطان أشاروا إلى أن طرح العطاءات لبناء تلك المستوطنات ليس جديداً بل جرى تأجيله أكثر من مرة نتيجة ضغوطات مارستها ألمانيا في مرحلة سابقة لأن جزءاً من الأراضي المراد الاستيطان فيها تتبع كنيسة ألمانية أما اليوم ومع اتفاقية التطبيع فيبدو الطريق مسهلاً أمام حزب الليكود اليميني المتطرف تزامناً مع قضايا الفساد المتهم بها وتعرض المستقبل السياسي لزعيمه نتنياهو لخطر في ظل التظاهرات المضادة له الخطوات الصهيونية تضع المطبعين مع الاحتلال في حرج أكبر لسيماً مع تأكيد دائرة الخرائط والدراسات في القدس أن خطة الضم التي زعمت تل أبيب قبل أشهر تجميدها إثر ضغوط دولية مضت في طريقها هي الأخرى وضم الاحتلال فعلياً الأجزاء التي يريدها من الضفة الغربية ما يعني بشكل أو بآخر أن الموقف الذي اتخذته الشعوب العربية والإسلامية بالتأكيد على أحقية القضية الفلسطينية ونبذ التطبيع هو الأساس لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية كما تنص القوانين الدولية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر